موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار من قناة يو اي تي في في العاصمة كييف معكم محمد زاوي وفي المستهل أبرز العنوين إيران تتوعد أمريكا وإسرائيل بالانتقام بعد الهجوم على العرض العسكري في الأهواز أوبيك تنهي لقاءها دون الاتفاق على رفع الأسعار وفي النشرة أيضا نتعرف على قصة ملهمة لمواطن أوكراني من عامل منجم إلى محترف في الصناعات اليدوية بداية من إيران حيث حذر حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني زعماء الولايات المتحدة وإسرائيل من رد وصفه بالمدمر من طهران واتهمهم بالتورط في هجوم وقع على عرض عسكري في مدينة الأهواز تهديد سلامي جاء في كلمة قبل جنازة القتل في الأهواز نقلها التلفزيون الرسمي في بث حي هذا هو ملأ ألاف الألاف شوارع مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران لتشيع ضحايا هجوم يوم السبت الماضي والذي أسفر عن مقتل 25 شخصا بينهم 12 من عناصر الحرس الثوري اختتمت منظمة البلدان المصدرة للبيترول أوبيك وحلفاؤها من المنتجين المستقلين اجتماعهم في العاصمة الجزائرية دون اتفاق على زيادة إضافية في الإمدادات بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه لا يوجد اتفاق بخصوص رفع إنتاج الخام حتى الآن مضيفا أن أوبيك تحرص على الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية وأوضح في تصريحات صحفية على همش أعمال الاجتماع العاشر للجنة الوزرية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لعضاء منظمة أوبيك وشركائها إن السعودية لا تؤثر على الأسعار اتفاقنا أن نستمر في نفس المسار الذي قررنا عليه في شهر ستة من هذا العام في اجتماع بينا وهو أن نسعى للوصول إلى مستوى من الانتاج يعادل مئة في المئة من الالتزام اقتربنا منه في شهر سبعة وشهر تمانية كان فيه تراجع قليل بسبب سيانة في كزاخستان ولكن أتوقع سبتمبر وإكتوبر سنكون قريبين من المئة في المئة وبالتالي سيكون السوق متوازن ويكون العرض والطلب متقاربين من بعض والاستقرار الذي حصل عليه والله الحمد من خلال الجهد وتعاون الدول الأعضاء سيستمر ألقت السلطات الروسية القبضة مجددا على المعارض الروسي أليكسي نافاني اليوم الاثنين بسبب ما أسمته بانتهاك تشريعات روسية المتعلقة بحرية الاحتجاج وفق ما ذكر أحد أقاربه وسبق وأن اعتقل أليكسي نافاني في سبتمبر أيلول الجاري لأسباب مشابهة حيث أدين بتنظيمه مظاهرة غير قانونية في يناير المنصر دعا خلالها إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية وقال مقربون من المعارض الروسي أن هذا الإجراء يهدف لتهميشه في وقت يشهد سخطا متناميا إذا إصلاحات حكومية لا تحظى بشعبية ودى اعتزام الكريم لأن رفع سن التقاعد لإحتجاجات شارك فيها ألاف المواطنين خلال الأسبوع القليلة الماضية أعلنت الحكومة النرويجية اليوم أنها ألقت القبضة على مواطن روسي يبلغ من العمر 51 عاما للإجتباه في قيامه بالتجسس خلال مؤتمر حول تعزيز التعاون بين الإدارات البرلمانية في أوروبا وقالت محامية المتهم هيغ أكري لوكالة الأنباء النرويجية إنتي بي اليوم إن موكلها يخضع حاليا للاستجواب من جانب وكالة الاستخبارات الداخلية النرويجية ووضحت الوكالة أن تصرفات المتهم أثناء المؤتمر الذي استمر لمدة يومين دفعت مجموعة من المسؤولين البرلمانيين إلى الاتصال بوكالة الاستخبارات وقد ألقي القبض على المتهم يوم الجمعة الماضي أثناء الحدث الذي استضفاه المركز الأوروبي للبحوث والتوثيق في برلمان النرويج وقررت وكالة الاستخبارات احتجاز المتهم لمدة أسبوعين لحين محاكمته وقالت المحامية إن موكلها نفرتكاب أي مخالفات إلى شرق البلاد حيث فتح المسلحون الروس النار على مواقع القوات الأوكرانية في الدنباس أربع مرات منذ صباح اليوم وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إن المسلحين استخدموا الأسلحة الثقيلة في عمليات القصف فيما لم يسجل وقوع خسائر في صفوف القوات الأوكرانية بلدة كريمسكي الواقعة في اتجاه لوهانسك تعرضت للقصف بقاذفات القنابل ليلة أمس وفي الصباح الباكر قصف العضو منطقة بيفتيني مستخدما للأسلحة الثقيلة حيث سجلت وحداتنا القتالية نحو ثمان قذائف هاو من عيار 120 مليمترا خلال نصف ساعة كما واستهدفت بلدة شيروكنا بقاذفات القنابل والأسلحة الرشاشة ذات العيار الثقيل وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية أصيب ثلاثة جنود أوكرانيين بجروح في إقليم الدنباس المحتلون الروس خرقوا وقف إطلاق النار خمس وثلاثين مرة مستخدمين في ثلاثة عشر مرة منها الأسلحة الثقيلة باستخدام قذائف الهاون ذات العيار الثقيل استهدفت موقع القوات الأوكرانية في بلدات لوهانسكي نوفو لوهانسكي شومي بيفديني مايورسكي كما تعرضت بلدة هنوتوفو للقصف بقذائف العربات المدرعة في موضوع آخر دع رئيس مجلس شعبي تطار القرام رفع تشوباروف إلى دعم الناشط الأوكراني فولوديمر بالوخ خلال جلسة المحاكمة حيث قال إن قضية المواطن القرامي ملفقة بالكامل مشيرا إلى أن الذنب الوحيد الذي اقترفه بالوخ هو عدم خيانته لأوكرانيا عقب الاحتلال الروسي تشوباروف لفت إلى أن المحكمة تعتزم محاكمة الناشط غيابيا وأن بالوخ لن يتم احضاره إلى الجلسة داعيا سكان شبه جزيرة القرام المحتلة للاحتشاد أمام مبنى ما يسمى بالمحكمة العليا لشبه الجزيرة وإظهار عدد المواطنين الرافضين لسياسات الاحتلال الروسية ولديمير بالوخ ينتظر دعمنا لكن حضورنا إلى المحكمة اليوم في الساعة الثالثة أمر ضروري بالنسبة لنا لكي نبين للجميع أن لا أحد في القرم موافق على ما يجري بدأت المحكمة الدستورية في أوكرانيا عملها بطاقمها الكامل حيث أدى قاضياني عينهم البرلمان الأسبوع الماضي اليمين في حفل حضره الرئيس بيترو بوروشانكو من بين القضايا ذات الأولوية الأولى أو الأولوية التي ينبغي على القضاة النظر فيها وفق الرئيس الأوكراني هي مدى تطابق مشروع قانون الرئيس بشأن تعديل الدستور مع القانون الأساسي والذي يقترحه تعزيز طموحات أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي النيتو هذا وكان البرلمان الأوكراني قد وضع في العشرين سبتمبر الجاري مشروع القانون ضي الصلاع على جدول أعمال الدورة الحالية وأرسلها إلى المحكمة الدستورية أريد أن أؤكد بشكل منفصل أن هذا يتوافق تماماً مع المصالح الوطنية لأوكرانيا ويتوافق مع إرادة غالبية الشعب الأوكراني أعتقد الآن أنه عندما يكون مصير القانون بين يديكم سنكون قادرين أيضاً على بدل كل ما هو ممكن حتى يتمكن البرلمان في المستقبل القريب من التصويت عليه في القراءة الأولى فريق البرولمبي الوطني لأوكرانيا في المبارزة على الكراسي المتحركة نائباً لبطل أوروبا في البطولة القارية التي جرت في الفترة من السابع عشر إلى الثالث العشرين سبتمبر في مدينة تيرني الإيطالية حصل الأوكرانيون على ستة عشر ميدالية منها ست ذهبيات وثلاث فضيات وسبع برونزيات اليوم الأخير من المسابقة حصل فيها فريق الأكابر إناث على ذهبية بينما حصل فريق الذكور على البرونزية المنتخب الروسي احتل المركز الأول في البطولة بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث يكدح كعامل في أحد مناج مقاطعة دونيسك شرق أوكرانيا وعند صعوده إلى السطح يمارس الصناعة اليدوية قبل عام ونصف رأى أوليغ سابيروف من دوبرو بولي منتجا مصنوعا من الجلد ذا جودة رديئة وأدرك أنه يستطيع أن يصنع أفضل فتعلم منذ ذلك الوقت الخياطة وفاز بمنحة وأسس علامته التجارية حقائب ومحافظ وحملات مفاتيح وأحزمة تشترى في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عن قصة أوليغ يعرفنا التقرير التالي حمالة المفاتيح هذه جاهزة للذهاب إلى الولايات المتحدة وانتقل أوليغ لصنع قطعة أخرى تلاقي منتجات عامل المناجب في منطقة دونيسك رواجا في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الأصعب هو الاستعداد في بداية يوم العمل لأنك تأتي مسترخي وتحتاج لبعض الوقت لتعود وتنسجم مع العمل العطل غير موجودة أبداً عند أليغ يشتغل منذ ثماني سنوات كعامل في المناجم ويوفق في فترة العام والنصف الأخيرة بين العمل في المناجم والصناعة اليدوية للمنتجات الجلدية حصلت على منتج يدوي لم يكن الأفضل نوعية وسألت الشخص الذي صنعه لماذا هو كذلك؟ هل هذا طبيعي؟ قال كل شيء على ما يرام إنه صناعة يدوية لم يحظى هذا الجواب بإعجاب عامل المناجم فهو يعتبر أن العمل اليدوي يجب أن يكون ذا جودة عالية وأدرك أنه يستطيع صنع الأفضل اشترى الجلود والأدوات وعثر على دروس على الإنترنت وبعد بضعة أشهر شارك زملائه في المناجم بنجاحاته في الهواية أول رد فعل كان إصنع لي كسوة من الكسوات انتقل أليغ لصنع أشياء أكثر تعقيدا أخذ عدد الراغبين في اقتناء هذه الأشياء الفريدة بلزدية وتحولت الهواية مع الوقت إلى عمل انتجاري ولقد ساعدت على تحقيقه منحة صغيرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اشتريت بأموال المنحة آلة للنقش بالليزر على المنتجات ونصمم الآن متجرا على الإنترنت ونطور مواد للعالم التجارية وبعض المواد الأخرى يوجد الآن في حساب عمل المناجم ابن دابرابولي حوالي 500 قطعة من المنتجات اليدوية التي توزعت على مختلف أنحاء العالم وهو لا ينوي التوقف أريد أن تكون منتجات معروفة وأن لا تكون ورشة بسيطة وإنما علامة تجارية كاملة أليك على يقين أن هذا يستحق العمل دون عطل إذ يجب أن تكون منتجاته مثالية ويخطط لتوسيع الإنتاج وافتتاح صالة عرض خاصة به بهذه القصة نختم نشرة اليوم مزيد من الأخبار العالمية والأوكرانية تجدونها على موقعنا الإلكتروني uatv.ua كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب شكراً على حسن المتابعة ودومتم في رعاية الله وحفظاً اشتركوا في القناة